انطلقت الاجتماعات التحضرية للجان الدائمة الأربعة بالبرلمان العربية تمهيدا للجلسة العامة التي تنطلق السبت المقبل هذا وناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومية مساودة رؤية برلمانية عربية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي كما نقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حول تعزيز التكامل الاقتصادية العربية عقدت اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي اجتماعاتها التحضرية للجلسة العامة التي تنطلق السبت للوقوف على مجمل مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية في اللجنة التشريعية جرى اليوم مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها بما فيها استكمال القضايا المرحلة من الدورة الماضية وإقرار مشروع قانون استرشادي متعلق بمكافحة ظاهرة التنمر وأيضا أقرنا مسودة لمشروع مكافحة الهجرة غير المشروعة وتنقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي مسودة رؤية برلمانية عربية جاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي وكذلك مستجدات الأوضاع في كل من السودان واليمن والليبيا والصومال وسوريا ولبنان ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي في آخر اجتماعيها بالنسبة لهذا العقاد مجموعة من النقاط كان أهمها طبعا المحظر السابق للاجتماع وتم المصادقة عليه ثم تحدثنا على تنفيذ الخطة التي سبقت بالنسبة للاجتماع السابق والأهم بالنسبة لهذا الاجتماع هو الوضع السياسي في الوطن العربي من خلال وضع مقترحات لمجموعة كبيرة من البيانات كان على أسيا طبعا السودان ثم ليبيا ثم اليمن ثم سوريا فيما تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ومناقشة مقترح بأعداد الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال أما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان فتبحث مشروع قانون عربي استرشادية لمكافحة ظاهرات التنمر وآخر لمكافحة ظاهرات الهجرة غير الشرعية في العالم العربي نقشنا وضع آليات تنفيذية لتفعيل وثائق سابقة على رأسها كان وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي وكان معنا اللي هو خبير من الخبراء بيت خبرة وأخذنا منها توصيات وتم تضمينها أيضا من ضمن توصيات اللجنة كما تناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب تنفيذ الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي إلى جانب الترتيبات الخاصة بإطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية